رسائل رحمته حواليك تبعها وخد قبل منها وغلطيت اللي كان قبليك دي ذكرات استكدين طول ما لسه نروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى احسن في اللي الجيد في الحياة من يوم ميلادنا وإحنا أطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كل يوم بنشوف عبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضراتكم طيبين في شهر سبتمبر 2018 استلمت رسالة بالواتساب من الكاتب الصحفي جمال خاشقجي رحمة الله عليه أرسل فيها لي مقلته الأخيرة اللي نشرت في الواشنطن بوست وكان فيها انتقاد شديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وأنا كنت عايش في أمريكا وعارف كويس إن ده مش أمر سهل أمريكا صحيح فيها حرية تعبير عن الرأي لكن مش لنا إحنا إحنا لما بنعبر عن رأينا بصراحة بنتصنف هناك على إننا متطرفين لكن بالنسبة لجمال خاشقجي وضعه كلاجئ أو كشخص مطارد من نظام ظالم لم يكن من السهل إنه يكتب هذا الكلام وربما يعني لا يدرك هذا بعض الناس لكن أنا فاهم كويس بحكم تجربتي في أمريكا قوة مقالة زي دي كانت عاملة إزاي وإن دي كان فيها شجاعة كبيرة جدا منه راح نطلع عليه المهم أنا كنت بالفعل قرأت هذه المقالة قبل ما يرسلي رسالت الواتساب وأرسلتها الأصدقائي وكده فعجبتني شجاعته فلما أرسلتها وهو أرسلها لي بعد كده قلت له أنت بتبعت لي إيه ده أنا قرأتها وأرسلتها يمين وشمال وشرقا وغربا ربنا يا ربي يكرمك ودعوت له قلت له ربنا يحشرك مع صحفي النبي صلى الله عليه وسلم أقصب ذلك شعراء النبي لأن الشعر كان هو الصحافة في هذا الوقت قلت له ربنا يحشرك مع صحفي النبي ابن مالك اللي هو كعب ابن مالك وابن ثابت اللي هو حسن ابن ثابت وابن رواحة اللي هو سيدنا عبدالله ابن رواحة دول شعراء النبي صلى الله عليه وسلم فهو عادة الواحد لما بيجيله دعاء بيقول أمين لكن هو أمن من قلبه قوي وقال أمين أمين طبعا عبدالله ابن رواحة أحد شعراء النبي مات شهيد وهو بيقود جيش المسلمين ضد الروم في غزوة مؤتة لما قاد الجيش بعد زيد بن حارثة و جعفر الطيار اللي هو أخو سيدنا علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب فهو لما رددها مرتين كده أنا الحقيقة تعجبت يعني عادة بستلم أمين لما بدعي لحد لكن أمين أمين ألا من قلبه الحقيقة فكن ما كانش موضوع الاستشهاد ده في ذهني لم يمر ثلاث أسابيع إلا وربنا استجاب إن لم يكن لدعائي فغالبا لتأمينه اللي صدر من قربه وارتقى شهيدا بأيدي يعني أعوذ بالله يمكن أسوأ خلق الله منافقين يعني ناس لن أدخل في تفاصيل الخدعة اللي خدعوا بيها والجريمة البشعة التي لا يرتكبها حتى الحيوانات لكن ربما أنتم متعجبين إن دي أول مرة أعلق على هذا الموضوع وده لأن هذا مش برنامج سياسي لكن هذا برنامج ذكريات وعبر بخرج بيها من هذه الذكريات العبرة اللي بخرج بيها النهاردة هو إنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إحنا بنعيش مرة واحدة وبنموت مرة واحدة لذلك لازم نعيش صح ونموت صح اوعى تعيش وإنت مناصر للباطل اوعى تموت وإنت مناصر للباطل كمان الحقيقة موضوع جمال خاشقجي رحمة الله عليه يجعلني أعترف بسر لم أذكره من قبل وهو إن أنا كان عندي شبهة يجي تلاتين سنة مش عارف الرد عليها وما بقولش عنها للناس معنى أن الناس عارفة أن أنا عندي نشاط في موضوع رد الشبهات وتدريب الدعاء الشباب على المجال ده مجال رد الشبهات من خلال مؤسس الجسور لكن كان عندي شبهة دي في ذهني طول عمر إيه هي بقى الشبهة اللي لم أجد لها إجابة أبدا دي هي شبهة الاستشهاد في سبيل الله إزاي؟ كنا نعرف إن الشهيد بيغسر له مع أول نقطة دم تخرج منه وبيرى مقعده في الجنة نحتسب جمال خاشغجي بإذن الله شهيد والواحد وخمسين مسلم اللي قتلوا غدرا في نيوزيلاندا من كم يوم هنا قبل ما نصور الحلقة دي وهم بيصالوا أيضا نحتسبهم شهداء بإذن الله وغيرهم وغيرهم مما قتلوا غدرا وهم يدافعون عن الحق ربنا بيغفر للشهيد مع أول نقطة دم تخرج منه وبيرى مقعده في الجنة يعني خلاص لا يحاسب طبعا إلا على الحقوق اللي عليه للناس أما حقه الله فغفر خلاص هو أصلا تسمية شهيد معناها شاهد من الذي يدخل المحكمة وهو مش خايف لأنه مش داخل يتحاكم ولا هو متهم الشاهد طيب الشوفة بقى اللي كانت عندي هي أين العد إن إنسان يعبد ربنا سبعين تمانين سنة رايح المسجد وجاي من المسجد ويصلي الفجر في المسجد ويقرأ قرآن ويتصدق ثم يموت بشكل طبيعي على سريره فيقف للحساب وربما حتى يدخل النار فترة عشان يكفر عن ذنوب ارتكابها ثم يدخل الجنة بعد كده بينما إنسان آخر لم يكن يفعل أي شيء من ده بل ربما كان يرتكب المحرمات أو يشرب الخمر أو يلعب أمار ثم يقف مع الحق نص ساعة ثم تأتيه رصاصة بالصدفة وهو واقف في موقف بيؤيد الحق فيدخل الجنة بدون حساب بينما الأخ الثاني اللي عبد ربنا سبعين تمانين سنة سيقف لحساب وربما يعاقب كمان لم أجد رد على هذا السؤال طول تلاتين سنة كانت في دماغي لغاية ما حدثت أحداث نتج عنها سقوط العديد من الشهداء واللي أعرفهم جيداً ما بين أصدقاء وطلاب بيدرسوا الدعوة في مؤسس الجسور أو أولاد وكانوا أولاد وكانوا بنات كانوا في موقف صمدين فيه على الحق ثم غدر بهم المهم حصرت من أعرفه من أصدقائي وأبنائهم وبناتهم من الشهداء دول وجدتهم حوالي 16 ولد وبنت بدأت أدقق في تفاصيل حياتهم واجمع عنهم معلومات من قريبهم وأصدقائهم فوجدت أن هناك شيء واحد يجمع بينهم جميعاً وهو أنهم كانوا أخفياء عندهم إنكار للذات كل مجموعة شباب مات منهم واحد كان يحكولي وهم يقول لي والله باش بوهندس أحسن واحد فينا أكتر واحد فينا كان هادي ومخلص وساكت وبيؤثر على نفسه هو ده اللي مات عملنا مبادرة في السنة دي اسمها حج الشهيد نشوف مين من الشهداء دول محجش ونشوف حد طلع الحج لتاني مرة وندي اسمه يحجله وما الواحد داس يكون نحجل نفسه الأول اسمها حجة الإسلام وعندما يحجل الآخرين وندي اسم حد من الشهداء يحجله وأنا حبيت أحج عن أقرب واحد منهم ليه اسمه الشهيد إسلام المتناوي فاتصلت بوالده علشان أسأله إن كان حجة قبل كده ولا نشوف واحد غيره فيا حج عباس عندي سؤال نعم هل إسلام حجة قبل كده قال لي إجابة من أغرب ما يمكن قال لي مش عارف قلت له مش عارف إزاي مش عارف ابنك حج ولا لأ قال لي أنا أصلي كنت مسافر في الخليج أنا وأمه ومعلوماتي إن هو كان هيحج ثم حصل حاجة أو لخبطة في الحجوزات أو كده فمش متأكد هو حج ولا لأ ده يوريكم شخصية إسلام وهي إنه ما كانش بيتكلم كتير أنا لو حجيت برجع ولما الناس وعد أحكي لهم وكل يوم حصل إيه وبالتفاصيل والمواقف اللطيفة والمواقف المضحكة ده أنا عملت حلقات أصلا عن ذكراتي في الحج لكن الناس دي ما كانتش كده الناس دي ما كانتش بتتكلم كتير عن نفسها ولا قليل فوجدت الإجابة على سؤالي اتحلت المعضلة وهي إنه ما حدش منهم جات لورصاصة بالصدفة الشهادة ما بتجيش لحد بالصدفة الشهادة منزلة بيرتفع إليها الإنسان من لا يستحقها لا ينالها ممكن شخص عاصي على فكرة لكنه لق أحوال مع ربنا أنت ما تعرفهاش أو بيؤثر على نفسه أو عنده إخلاص ربنا بيقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ركز ويتخذ منكم شهداء دي لك اللي لازم أفهمها من بيننا ربنا بينتقي ويصطفي ناس معينة تنال هذا الشرف محدش يحزن على شهيد بالعكس ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياءوا ولكن لا تشعرون الحقيقة الشهيد بيؤثر يعني بيؤثر في من حوله وكأنه حي وربما أكتر الشهيد مصدر إلهام لكثير من الناس تقف وتقول الحق ولا تخشى إلا الله لو كان كلامي ده أنت مستغربه ومش قادر تهدمه فاعلم أن المادية قد بدأت تتسلل إليك وفي الحلقات القادمة بإذن الله سنتكلم عن ظاهرة العقل المادي لأنه أخطر شيء حاليا على عقل وقلب المسلم والسلام عليكم واشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة ولو كنتم تتفرجوا على الإنترنت ما تنسوش تعملوا اللايك وشير الفيديو وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب لأن الحاجات دي بتنشر الفيديوهات بتاعتنا وبعمل خير والسلام عليكم رسايل رحمته حواليك تبعها واخد أمل منها وغلبيت اللي كان قابليك لذكرى تستخدمينها طول ما لسه نروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى أحسن في اللي الجيد في الحياة من يوم ميلادنا وإحنا أطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كُلّيون دن شكائي بار